أول عن توصيفك للمشهد وعلاقات التنظيمات الإسلامية المتشددة والإرهابية بتنظيم أو بطلبان خصوصاً بعد هذا التمكين الذي جرى في أفغانستان طبعاً إحنا أمام ونحن نستقبل ذكرى مرور عقدين على 11 ستمبر يعني طلبان التي سقطت في أكتوبر 2001 تعود في أكتوبر 2021 استبشرت كل الحركات الإسلامية والإسلامية العنيفة والمسلحة في كل العالم وأرسلوا التهاني مفتي ليبيا أرسل جماعات مختلفة من كل أحيان حماس أرسلت وهنأت وهكذا بس بدأ واضحاً أنهم قالب واحد يعني الموضوعاً فيش التنوعات اللي بينهم تنوعات بين يعني اللون الفاتح واللون الغامق بس هو ذات اللون يعني هي تعدد ألوان ودرجات في الوضوح الإشكال بس إنه طبعاً بيتطرح فكرة إلهام هؤلاء وبث التفاؤل بث الأمل في العودة بث الأمل في إمكانية العودة هو الآن يزداد ثقة يعني زي ما طلعوا من الجلال الأفغاني بثقة إن المجاهدين هزموا أقوى قوة في العالم بعد الولايات المتحدة حتى سوفيت في الوقت ده وتسببوا في انهياره فيما بعد كما يرون الآن يعودون أيضاً رغم الذي أسقطهم من القوى العظمى اللي بتنفرد العالم الولايات المتحدة بعد عشرين عاماً وتترك لهم الأسلحة يقيل بـ 480 مليار دولار متروك لهم أسلحة وبيبشر بحالة إمكانية العودة الذين هزموا في سوريا الآن احتمال العودة عندهم قائم الذين هزموا في العراق احتمال العودة عندهم قائم العودة إلى ذات الأرض ولا العودة إلى أفغانستان ولا العودة لنفس المشروع العودة المشروع فكرة عودة المشروع الإشكال طبعاً اللي علينا أيضاً يعني أننا استحضرها إنه هنا المشروع أصلاً نفسه مأزوم يعني أنا متصور إن طلبان مع تحدي موقفها من فصائل إسلامية مسلحة أخرى في أفغانستان على رأسها داعش التي أعلنت حضورها يعني هذا الشهر أيضاً في عملية عشرين مأوصص بتفجيل مطار كابل ربما نشهد ساحة من صراعات الإسلاميات المسلحة كما شاهدنا في سوريا على مدار سنوات ولازلنا نشهدهم من الله أخرى تنظيمات المسلحة في سوريا اللي تشققت وانشقت دي عدد تجاوز السبعين تجاوز السبعين ربما في العقد الأخير فقط يمكن لو من فترة تميانينات في إحصاءات بتقول إنه كان في 200 يعني انشقاق داخل جماعات كبيرة في ليبيا إحنا كنا نتكلم في 300 ميليشيا مسلحة معلش دكتور هاني عايزي أسألك على النقطة دي تحديداً ونقطة وحدة الحلم بالنسبة لهم والخلافة والدولة الإسلامية ثم تفرع كل هذه التنظيمات واختلاف يعني البعض في مصر يتصور إنه كانت الجماعة الإسلامية بس في السبعينيات والثمانينات والإخوان هما اللي موجودين هما والجانس الإسلامية لكن في السبعينيات كانت عشرات الجماعات بل ومئات الجماعات كمان يعني أماكن بقى نايمة في منطقة جغرافية أو عداد قليلة في منطقة جغرافية أوسع نايمة ما كانش بس الجماعة الإسلامية قال إخوان لا موضوع كانت كتير جداً كتير جداً إيه السر في طول الوقت توالد مثل هذه الجماعات رغم إنه المفروض كل جماعة تتصور نفسها صاحبة حلم الخلافة يعني هو فيه ارتباط دوماً بين درجة الغلو ودرجة الانشقاق فكرة التطرف كمنظومة غلاقية وخطاب غلاقي وخطاب طارد وخطاب كمان تصفوي وخطاب كمان تزايدي يعني جماعة الإسلامية طلع منها تنظيم الشوقيين اللي كفر عمر عبد الرحمن يطلع من الجهاد ومن المجموعات القضية يطلع التكفير والهجرة اللي يكفروا كل الجماعات التانية تطلع داعش من القاعدة بقت فيه اطروحات مش بس كفر الظواهر إذا انت كفر باللادين كمان وفيه كتابات في هذا التكفير وكفروا بعض كمان يعني كبار مناظر داعش تم تصفيتهم داخل داعش يمكن أول يمكن أبو بكر البغداد كان جاي من خلفية جماعة أنصار الإسلام وجماعة جيش الإسلام اللي كان أبو عبيد الله الشافعي هو اللي كان بيرأسها لكن أول أبو عبد الله المنصور أول ما تولى خلافة داعش قضى على أستاذه وقتله هذه الجماعات تم في الاختلاف تم في الاختلاف بس وتلدوا وتلدوا ويبقى فيه متتابعة أنها تمال يطلع من كل جماعة فيها الأكثر مزايدة عليها يطلع من طلبان أفغانستان طلبان باكستان الأكثر تشددا والتي تتبرأ منها يطلع من القاعدة داعش التي تزداد تشددا عنها وهكذا يطلع من داعش الحازميون التيار الذي يكفر ما لم يكفر المكفر يعني أنت ما كفرتش الشيخ فلان يبقى أنت كافر زيه على طول يعني هذه المفاصلة وهذا النفي للاختلاف هو سمت سابت في الحركات الأصولية أنا بسميه متتابعة الغلو يفضل يطلع من هو أكثر منه مغالاتا لحد ما يقضوا على بعض جميعا وينتهوا الخوارج على مدار قرنين من الزمان يظلون يعني تخرج طائفة من طائفة من طائفة من طائفة حتى ينتهوا على منتصف القرن الثاني ولا يبقى منهم إلا أكثرهم اعتدالا لهم الإبضي الإبضي رغم أن الصفرية أقاموا دولة والنجدات أقاموا دولة وغيره يعني كاتل أكثر تطرف نجح فترة ومثل تهديدا فترة لكن مع الوقت التاريخ لا يقبل إلا المرونة التاريخ لا يبقى إلا المعتدل فالتجربة حتى يعني مع المتوقح في طلبان أنه هتفضل حيث تبدأ الصالي المتبادل دي عن السنة بتنسانة أنا ولي عن السنة بتنسانة على الظاهرة الغلو دي ما تفنى أوه إحنا لو كنا رجعنا لألفين وخمستاشر ولمشهد السوري وألفين واربعتاشر ومشهد هدم أسوار الحدودية وإعلان خريطة وإنهاء سايكس بيكو كنا قلنا لن تنتهي هم يعني مخاطر الجماعات الإسلامية صدقا لا يأتي فقط من الحرب عليها لا يأتي من سمة خطابها نفسه وممارستها نفسه يعني داعش من لم يبايعها هو كافر يجب قتله يعني ما تلقى حد من رفقاء باللادن ومن رموز الجهاد الأفغاني زي أبو خالد السوري أول ما ينزل سوريا كان نزل في محاولة صلح فقط توصر هذه الجماعات على قتله إما أيمن الظواهري بعد 25 ليبي نصر الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر لم يعود منهم أحد قتلهم جميعا عن طرزبراوي هو لا يقبل حتى فكرة الحوار إما داخل عليه إما تصارعة الجماعة الإسلامية المسلحة مع ما يسمى طيار الجزقرة بقيادة محمد سعيد اللي هو كان بيعتبر نفسه خليفة ملك ابن نبي في مواجهة الحكومة الجزائرية أعدموا منهم في صلاة واحدة 500 واحدة قتلوا محمد سعيد هذا هو يتوضأ وكان يعد يعني من أكثر اعتدالا من هذا الطيار في العشرية السوداء وكان لمجرد بس تفكيره في إمكانية المسلحة وإمكانية كذا